إلى فرنسا إن جدد دولي والجزائري زندين فرحات العهد مع التدريبات رفقة نديه لهافر الفرنسي بعد فترة غياب تجوزت ثلاثة أسابيع وكان فرحات قد رفض العودة إلى فرنسا مفضلا تمديد إقامته بالجزائر احتجاجا على قرار إدارة نديه بعدم بيعه في الميركات والصيفي الحالي حيث يتوجد فرحات على رادار نادياني ينشطان في الدرجة الأولى الفرنسية وينتهي عقده مع الهافر الموسم القادم وهو ما يجعله في موقع قوة حيث من المنتظر أن يمنح الضوء الأخضر لرحيل اللعب في الأيام القادمة من أجل استغلال صفقته من الناحية المالية